السلام عليكم أخوتي وشارككم لابس بخير الموضوع اليوم موضوع مهم جدا 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 وهو ملعب مصطفى شاكر وعلاش رانا نلعبو فيه وعلاش كما قولوا رانا نحصلو فيه بو من هذا النقطة باش نوضح واحد الكلاب اللي خلاني ندير هذا الموضوع انه كي قلت في بعض المبارات قلت الملعب هو كان كاريتا لنا يعني كان كاريتا شفناه طين طين يا خوتي ما تقدرش قاعدت لعب كورت قادم فيه وقلت ولكن ما نقعدوش نتحج جوب الملعب علينا وعليهم واحد التأليقات اللي خلاني صح ندير الموضوع هذا ونشكره بالزات موضوع هذا جدا 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 الانسان اللي لازم يقولها بكل صراحة قال لي بالصرح انتايا كنت انتاقد باريكزون في بلومي كي قال باللي نفس الملعب علينا وعليهم بو من هذا المنطق خلاني باش ندير هذا الفيديو او هذا الموضوع هذا اللي مهم وجاوبته قلت له بلومي قال الملعب يساعدنا احنا ما يساعدش كما يقوله الخاص موانا بالعكس انا راني يقول الملعب ما يساعدناش ماشي كيف كيف وباللومي كان يحكي على الحفاري على الحفاري هادو ما يعني مشي منطابعة ولكن كي تصبشته هذا مكتوب الله علينا وعليهم ذو كي يصب التلجي علينا وعليهم بتصبشته علينا وعليهم هذه هي النقطة اللي قلت باللي علينا وعليهم يعني اذا ارضية الملعب بتقيلة وفيها الطين والبالون ما تمشيش اكيد بالفعل ليهم ما تمشيش اذا كانت محفرة فهدي مليحة لهم لان يعملوا الديفونس يقدروا عندهم الصرعة باش يجري بالصحف كي تكون فيها الطين ما عندك ما تجري وما عندك ما تقدم تماريارات حتى التماريارات الالية تخبطت رياح فلاصها البالون فهمت وين الفرق بيتكون تصطاد العشب التاع ومهلوك قاع وبين كيكون الطين وحالة جوية مش يمليحة فهنا علينا وعليهم لانا راح تلعب في كل الطاقوس احنا شوفوا في اوروبا يلعبوا في التلج تلج تلج يعني في اوروبا يلعبوا في التلج خوتي تلج 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 وديلون هم بالون حمراء وراك على بلكم هم بالون ما تمشيش قاعوا يلعبوا وهذه هي لازم تلعب في كل الدورة كورة القادمة مريش مصنوعة باش تتلعب غير فصير تتلعب في كل اجواء يعني الطقس غير اذا كانت كاريتية بعض الاحيان المباراية هادا النقطة اللي حقنا لها ذوك المشكل للموضوع المهم اللي راح نحكو فيه اليوم ذوك احنا يا هادا ملعب شاكير صح ولا لا لا علش نلعبو في شاكير بارك اوكي من احيان جيباريكسوب من احيان انه احنا في شاكير والفنا في هاداك الملعب ويعني كما قولون ديروا فيه نتائج مليحة فنلعبو فيه اخي العزيز اوكي هادوك المباراية اللي فاتوا اللي فاتوا المباراة اللي فاتوا انتاس جلتوا قبل ما يتهلك الملعب قدمناه كما قولوا للفات بللي راح نلعبو فيه هذا الملعب الملعب كان لاباس به ومعند التحفر لعبت فيه مباراة سوشت ومحفور وشفت بللي هادو الملعب راهو يعيق في المشروع بتاعك فلماذا تكمل فيه قلنا بللي الملعب كي قدمناه للفيفا كان ملعب مليح وم بعد خلاص ما عندنا ما تقدرش تبدل ما تقدرش تبدل يعني الملعب محفور وقدر ومنا فهنا يا اوكي راني معاك بصح بعد هاد الشي خلاص رحنا وعودنا خلاص رحنا لعبنا هادوك زوج مباراة عقبوا بخير ان شاء الله وروحنا انا نعاود نبدل نبدل الملعب اينا انا راني شوف علاش انا نحصل في الملعب ها هو كش واحد صيف عليك كش واحد صيف عليك كش واحد صيف علي الجزائر تلعب في بليده وهو محفر وعلى بالهم باللي محفر وبعد احنا كما نقولون نلقاوه السبايب بالملعب ايه نلقى السبايب بالملعب كي يكون الملعب بالملعب احنا رح نعاود نولي وانا خلاص راني مسجل باللي نلعب فيه نعاود نولي نلقاه محفور كما الخطال اللي فاتت اللي يلقاه جامال بالماضي صارت كاريتا وقع انتاقدنا وصح هنا عندك الحق ولكن بعدها هلا رح تكمل في بليده خلاص احنا رح تلعبت هادوك المباراة اللي كنت مسجل فيهم دوكا باري سبا رح نحكي مباراة السد اللي رح نلعبوهم مباراة كي ما قولوا الحاسيمة السد اللي رح نلعبوهم زي تختار بليده وكي تختار بليده ويكون الملعب مهلوك نجو نحصلوه في الملعب اها ارضية الملعب ما ساعدتها ماش يعني بلادك انتال يا رح تخير في الملعب جات بوركي نافص وصي في التعليق باش تلعب في بليده جاكش واحد كي ما قولوا حط لك الموس في الرقبة وقت لك لاعب في بليده اش ارضية الملعب التي تعيقك ما تلاعب ش فيها نشوف ملعب في الجزائيل يكون احسن من بولده على الاقل يكون احسن من بولده فهمت المقصود داعي مشي احنا نختار بولده وانا بدأ باليراه مهلوك وبدأنا قاعدون نتسببوه بأرضية الملعب حبيت نزيد من واحد النقطة النقطة هادية مهمة جدا 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 نقولوا باللي احنا بوليدا راني معها انها وخلاص والفناها نكملوا فيها التصفيات ان شاء الله نتأهلوا اللاكوب ديمون وبعد نشوفوا ملاعب واحده خلال اللي لازم نتعودوا عليها كما قولوا في الجزائر هذه نقطة اهضرت فيها وراني معها فيها ولكن حبيت نسق سيانة هذه سينين وسينين نحنا نلعبه في البوليدا لماذا؟ لأن البوليدا شغل كما قولوا والفناه ونقدموه فيه نتائج جمليحة هذه النقطة ولكن انت رح تلعب كعس اثريقيا رح تلعبها في البوليدا كعس العالم بحول الله عز وجنة اهلوا رح تلعبها في البوليدا هل البوليدا هو اللي راه يخلينا نديروا نتائج جمليحة او المرضود اللاعبين؟ هل البوليدا هو السبب في التأهولات تعنا او مرضود اللاعبين؟ لاعبين هادو ما رهم يلعبوا في اوروبا رهم يقدموا اداء يعني مشي بيبوليدا هي اللي راه يخليت اللاعب انت وانا في اوروبا من راح ما يلعب في ويستام سطاد لندن من اروع ما يكون سطاد عريض سطاد كده ومبعد نجوا نتحدجوا بالبوليدا اللي يضيق بواطاز علامة هاو اللاعبين انت وانا يسحقوا من ملاعب كبيرة يسحقوا ملاعب واسعة ملاعب عريضة احنا اللاعب بتاعنا هادا كوش يطلب منا بليدا متساعج بليدا بسي شي كمو خلاتك يميقولون نو خلاص راني والفت نو خلاص راني والفت نو خلاص راني والفت نو خلاص راني والفت نو لازم تتقدم لازم تروح للقدام فهمت النقطة تعالي لازم تروح للقدام هذا منتخب والادا التعوي مكان يلعب مش بوليدا هي اللي راه تسلك فينا نو لادا تعال لعبين والخطة تجمل بالماضي فلهذا لازم نتاخدو كوراش باش نخرجهم بليدا بليدا مش هو اللي راهو مش بليدا اللي راهو يعطينا النتائج اللاعبين اللي راهو يعطو نتائج وبالعكس بليدا روي سعب علينا الأمور بليدا راكو تشوفوا روي سعب علينا الأمور بليدا حتى بلا تقس بلا ولوب وطازة نامت ما رحة نلعبوا اللعب مفتوح، نحن سُحقونَ نلعبوا اللعب كيم أن نقول ان الملعب لان المتاخبات اللي راهي تجي راه يدافع أغلبية ما رعنا نقول مش عقول викل أغلبية تعالي المنتاخبات اللي ر هو ههم يجو و هم يدافعوا كي يكون ديق الملعب تعطي لهم ميساحة باش كيم أقولوا يكون ديق الحالة عندهم بص حي كي يكون الملعب عريض فالميساحة ً لي عريضة بين لعب ولعب ميترا كي يكون هذا أمر في ملعب بنشحل وكي يكون الملعب اعرض لتزيد المسافة بين اللاعب واللعب فهذا وش نسحقه احنا نحن نسحقه اللاعبات او طريقة اللاعب بتاعنا تحتاج اذا ملاعب عريضة تحتاج الى ملاعب اللي نفتحوا في هالدفاعات بس عباش تجيبهم انت تختار بلي دار اللي نملعب هكذا يو وتحط باريزومب ان نحط لك شونبرا شونبرا فيها ربعين ميتر تحط فيها عشرين بنادم يكونوا ضيقين تحط هاد العشرين بنادم في شونبرا فيها باريزومب unterstüt وحامل aurait οι ميتون متر يو'! احنا نحوسوا المساحات! كيفاش احنا نحوسوا المساحات احنا اللي رانا نضيقه بالمساحات على اللعب بتاعنا بإختيارنا البليدا بليدات احتاجنا ملعب احتاجنا العشن اللي رانا نختارواялوننا لا رانية نحدر بطريقة اللهم اللي قال لك نضحة ارضية الملعب تساعدنا احنا راني شوب اللي بلي ده ما يساعدناش سواقف الضيق تاعو سواقف كي ما قولوك كواريت التاع والارضي يتم ملعب وشتا وكدا 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 بصح هذا بلابنا بالتاعك هذا التاعك واحد ما جاتش في فا فرضت عليك باش تلعب فيه هنا تقول باللي كي تروح الملعب عندهم وتلقاه محفر محفر حنا حتى عندنا ونشكوا لي أن كان مليح هذه المشكلة كان مليح اخترناه بعد ولا مشي مليح فهمتوا ولكن الشيتاء كي تروح عندهم وشتا اشتهناه في الأوروبة فهمتوا يعني الإنسان لازم يكون واقعي ويحكي صراحة الصراحة أنهما في الاشتهادية علينا وعليهم اشتا صبت علينا وعليهم الكورة ما تمشيش علينا وعليهم حتى في المرتدات ما تساعدهم مش لأن الكورة ما تمشيش حتى ويتيريها يخي شفتاش حال ما الكورة يتيريها بالليلي لأن هو مضاري أرضية الملعب كي تكون مليحة يقدر في الصرعة في الرجل وفي الحركة تفع السرعة تكون مليحة في البلوك تكون مليح بس صاحبك اللي هي وانت هنا يا تيريل وعادي نورمال في أرضية مليحة بنفس كما قولوا القدفة توصل بنفس القدفة في الشوطين ما توصلش عليك واللعاب يلعبوا الكورة العالية الكورة العالية تجي يهرب لك يدين لك كما قولوا إحنا اللعبوا كورة أرضية فهو يعمل لك ديتاء والديتاء هذا هي يعتمد على الكورة العالية الطاويلة والمرتدات هذه في الأرضية اللي ما يهمهمش أرضية محفرة ولكن أرضياتين ما تساعد حتى واحد أرضياتين ما تساعد حتى أي لعب في العالم ما تساعدوش لأن الكورة ما تنشيش أصلا حتى وفي المرتدات ما يقدرش يضرب الكورة بهذه الطريقة لأن كي يضرب هذي جاه يا راهي لاس قافتين ما تلحقش سواسوا فهمتوا يعني وش حبيت نقصها وانا شفنا الركنيات بالليلي اللي دارهم ركنيات جاميشة في حياتي جامي دارهم بالليلي لأن كي يضربها ما تروحش البعلوم مطروح لأن راهي لاس قام ما يضربها من ده تروح عند اللي ديفونسيول اللي هنا في الركنيات يعني هذه ما يطعر باللي أرضياتين علينا وعليهم هذا هو القصد التاعي ما قلتش باللي تساعدنا بالليوم يقول لك تساعدنا أنا ما تساعدناش ولكن لازمنا نلقا الحول اللي هضرت عليه مخوتي باللي دا ما دام رأينا نشوفه فيه بالليرة ومحطر ما نزيدوش نختاره وإذا خطرناه من لوموش. إذا خطرنا بالليدة كما قلوا زوج المباراة لليرة مجايين بعد القرعة ومبعدين نقاول الأرضية مشي من لوم شناً لأرضية. حاولها مشي من لوم نفسي لأن أنا خطرت هذه بيدي واحد ما جمب واحد ما سي فعلية ما كانش عرضية رح نكري فتو ونسر رح نكري المهمة أننا حبيتنا نلعب كورة قادم حبيتنا نلعب الكورة القادم بتاعنا وإن شاء الله حتى ويكون بليدهم نحمدها بياه يكونوا ملاعب واحدة وخرين اللي تكون تساعدنا نحنا تساعد اللعب بتاعنا ملعبش بوطة ظلامته وهم مرمجين يغلقوا لازمنا نحطهم في ملاعب كبيرا لي باش نخلي المساحات لي يا أنا هذا هو اللعب اللي يساعدني يا نايا هذا وش نقدر نقول لكم خوتي وإن شاء الله هذا الأمر ياخدوه بي جدية وجمال بالماضي ياخدوه بي جدية ويخدم فيها ملاح هذا وما نطويش عليكم خوتي ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام